الآن واحد يقول ما معنى كلمة الله الله يعني الله وكلمة اللهم اللهم يعني يا الله كلمة اللهم يعني يا الله يعني مناده لله واحدة بتقول أنا موظفة ووالدي متوفة وله ما عاش فهل يجوز تقسيم عشور مرتبة على النحو الآتي جزء من العشور للكنيسة وجزء من العشور لولدتي وجزء من العشور لفصلي في درس الأحد ممكن التلاتة ممكنين تبدي عشور للكنيسة واجب مقدس وكويس تبدي جزء من العشور لولدتك انت مسؤولة برضو عن والدتك والدك متوفة تبدي جزء من العشور لخدمة فصلك في درس الأحد كويس بس بتقول هل أقسمهم بالتساوي لا على حسب الاحتياج على حسب الاحتياج وممكن بالإضافة لكده تبدي عشور لأي حد محتاج تشعر أنه محتاج كله جايس واحدة بتقول أرجو أن تكون مشكلتي موضع اهتمام مني يا فتا أنا فتاه كل عريس يتقدم لي يحصل سبب ولا تتم القطوب حظهم سيء أنهم مش قادرين نهاية حتى وصل سني الثلاثين سنة وأقرب الناس لي يعيروني ويقولولي معملك سحر أنا لا أؤمن بالعمل دا اللي بيعملوه الناس و وإذا كان في حاجة ضدك ربنا يعني ينقذك منها وإن شاء الله تمر الأمور بخير ما تدقيقش معنش دلوقتي سنة تلاتين بالنسبة للبنات ما بقاش حاجة شاذة وسط الأزمة الاقتصادية والشبان اللي ما عندهمش فلوس يكونوا بيته ويجيبوا شقة ويدفعوا شبكة يعني برضو الدنيا متغيرة شوية ما تدقيقش دا تلاتين سنة بالوقتي زي تمنتاشر سنة زمان واحد بيقول ومن هم المختارون الذين قصد الرب هو لغة أنا بصلحها أثناء الكلام قصدهم الله بقولي أنه يمكن أن يضلوا هو ما قالش المختارين هيضلوا بيقول الأيام هتكون ضيقة شديدة والشيطان هيبزل كل جهده يحاول لو أمكن أن يضل المختارين أيضا لكن مش معناها أن المختارين هيضلوا وبعدين بيقولوا كيف يضلون ومن المعروف أن هذه الضيقات ستحدث بعد القيامة من جبلك المعروف راب اعمل معروف وما تمسكش بتفسيرات الخاطئة هو فيه ضيقات بعد القيامة يقولون المعروف أن الضيقات ده تحدث بعد القيامة لا ده بعد القيامة ما فيش بعد القيامة فيه الدينونة لكن ضيقات بعد القيامة لا اشتركوا في القيامة واحد بيقول لماذا لعن نوح كنهان مع أنه ليس له زنب أبوه حام هو اللذير أخضر ما كانش ممكن أن يلعن حام وقد بورك قبلا لأن ربنا بارك نوح وبنيه فمدام إدهم باركة مش ممكن لعن ده لكن لو لعن حام هيلعن هو ونسله فأصبحت اللعنة خاصة بنسله لكن حام لوحده ما لعنش وكان زمان ممكن اللعنة تصيب الأبناء إلى جيل الرابع واحد بيقول قال الله لآدم حواء عند بدء الخليقة يثمروا وكشروا واملأوا الأرض كيف كان الإنسان سوف يتكاثر ولم تكن الخطية قد جاءت دعم ولم يكن آدم قد عرف إمرأة هو مش عارفة أنا قلتلكوا إجابة السؤال ده في الحقيقة توجد قصة تان لبدء الخليقة القصة الأولى مجملة جدا في الإصحاح الأول من سفر التكوير والقصة الثانية مفصلة بعد ذلك في الإصحاح الثاني يعني في الإصحاح الأول يقول خلق الله الإنسان على صورته ومثاله وباركهم وقال له باسمروا وكثروا واملأوا الأرض في الإصحاح الثاني يتكلم بالتفصيل إن ربنا أخذ ترابا من الأرض ونفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا وبعدين في نفس الإصحاح يقول أوقع الله ثباتا على آدم وأخذ منه ضل وبنى عليها جسم وكون حواء وآدم لما صحي قال هذه لحم من لحم وعزمه من نظامه دي تفصيل في الإصحاح الثاني ولكن المجمل كان في الإصحاح الأول فضيف الإصحاح الأول على الإصحاح الثاني وخذ منه النتيجة إن ربنا بارك الإنسان وقال لهم اثمروا وكسروا واملأوا الأرض طبعا بعد ما خلق آدم وحواء في الإصحاح الثاني وطبعا بعد ما كان ممكن إن آدم يعني يعرف حواء لكن ما كانوش هما القابل الخطية يعرفوا يعني إيه اسمروا وكسروا ما يعرفوه واحد بيقول إنه راح دير الأنبى شنودة في الصعيد ولقى محفظة على الأرض وفيها مبلغه وبطاقة فكان محتاج للمبلغ في خدمه ما عليش كويس إنه بيعترف وضميره تعبو ضميره إيه؟ تعبو من رأيي مدام في بطاقة يبقى عارف صاحب المبلغ ده فتبعت لصاحب المبلغ المبلغ والبطاقة وممكن تبعته عن طريق الدير هناك وأصول تبعت فيه شوية كمان يوم فلأنك طبعا تسببت للراجل في الخسائر من ضمنها عمل بطاقة جديدة ومن ضمنها إنه جايس كان الفلوس يعني محتاج لها والتوبة مش معناها إنك تعترف بالخطية ويقولولك الله يحلك تعالج نتائج الخطية زي زكا ما قال إن كنت ظلمت أحد في شيء أرد أربعة أضعاف فأنت ظلمت الراجل ده فترد المال المسروق ومش أصول يكون فيه مال مسروق في بيتك لأن ده يضيع البركة من بيتك ومش أصول يكون فيه مال مسروق وسط فلوسك لأن يضيع البركة من فلوسك جايس تقول المال المسروق مش جوه فلوسي لأنه صرفته لكن اسمه برضو دخل في الإيراد بتاعك دخل مال حرام في الإيراد بتاعك دخل مال حرام فلازم ترجع الحاجات إن إن كسفت ترجع أبونا بتاع الدير كان لسه موجود معانا باب اديني الحاجات نوصل هار ونقوله ده صاحب البطاقة وضيف الوسول ووصل هار لكن ما تخليش معاكم الحرام واحد بيسأل أم معنا كلمة أما نحن فلنا فكر المسيح اللي موجودة في كورونسوس الأولى لنا فكر المسيح يعني نفكر تفكيراً لا يتعارض مع فكر المسيح زي ما بنطلب إن مشيئتنا تطابط مشيئة الله كذلك نطلب إن فكرنا يكون مطابق فكرة الله وطبعاً فكرة الله واضح فيه وصياه وأوامره والطريق الروحي إلى الهل واحد بيسأل بيقول ما معنى هذه الآية إن المولود من الله لا يفعل خطية يعني المفروض إن المولود من الله يكون على شبه الله ومثاله ولا يفعل خطية المفروض ولذلك عندما نخطئ بنقول لربنا في الصلاة لست مستحقاً أن أدعى لك ابنا ليه مش مستحقاً أدعى لك ابنا لأن المولود منك لا يخطئ وأنا بأخطئ واحد يقول تصدق يا سيدنا إن أنا لم أتعود على وضع عطاء في الكنيسة وملي العطاء بتحطه فين بيقول فهل هذا خطأ إن ما كنتش بتحط عطاء في الكنيسة بتحط عطاء فين ولا ما بتحطش خالص لازم تعرف إن ربنا له نصيب في فلوسك منه العشور والبكور إلى آخره فمفروض إنك أنت تدفع إذا كان في الكنيسة لجمعيات خيرية إذا كان فقر إذا كان تعرفهم المهمة تدفعه بس يقول يعقوب الرسول لا تكون معلمين كثيرين يا إخوتي لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا فإنني أجد نفسي في أشياء كثيرة لا أتكلم ولو بالنص خوفا من أني أقع في هذه الأخطاء هو قال لا تكونوا معلمين كثيرين لكن ما قال شيء لا تكونوا معلمين وبس لأن طبعا في نواحي كثيرة الناس بيكونوا فيها معلمين زي الأب والأمة بالنسبة لابنهم أو بنتهم زي الأب الروحي زي الصديق المخلص لكن معلمين كثيرين يعني واحد باستمرار قاعد يعلم 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 في اللي يفهم فيه واللي ما يفهمش فيه فتكون النتيجة أنه جيز يخطئ لكن إذا كان حاجة نص وكلامك في محله مفيش مالة الرسول ما يقصدش لكلامك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة